اشتركوا في القناة حجاب ديزاينر موهوبة جدا بسم الله وشاطرة جدا وأنا شخصيا بعشق قناتها قناتها مفيدة جدا وهدفة جدا هي والحجاب ديزاينر منال سليمان أتمنى أنتم بعدما تخلصوا الفيديو بتاعي تروحوا تشوفوا الفيديو بتاعها وبحب أشكرها جدا على التعاون الجميل وفعلا أنا تشرفت بمعرفتها كيوتيوبر وكإنسانة كمان وهسيبكم مع فيديو تعريفي لمنال ويلا نرجع للفيديو بتاعي بعدها برحمة الله وبركاته أهلا بيكم أعرفكم بنفسي أنا منال سليمان وشعار قناتي موني لايف ستايل أنا بحب منها جدا وبحب قناتها وبحب أفكارها وبحب شغلها جدا وبشكر منه النهاردة أني أعطيتني الفرصة أني أكون معها في قناتها وضيفة عندها أعرفكم بقناتي قناتي فيها فلوجات فيها ريفيوهات عن الميكب عن الشعر بالجسم العناية بالأضافر عندي أفكار عندي ديكورات بخدكو فلوجات بسافر البلاد بخدكو معايا وديكو اقتراحات لأحسن أماكن تشوفوها وبما أني عايشة في الكويت حبيت أوريكو الأماكن الحلوة في الكويت ويه الموضة ويه الفاشن ويه تنسيق ملابس أنا ميكب أرتست بعمل ميكب بعلمك إيه أبسط حاجة ممكن تعمليها في الميكب إيه الميكب للعروسة ميكب للسهرات إيه ريفيوهات للمنتجات بتاعة الميكب ويارب أكون ضيفة خفيفة عليكم النهاردة في قناة مننا وأتمنى بعد ما تخلصوا فيديو مننا أو نونا تيجوا وتتفضلوا عندي شكرا نونا وبحب قناتك جدا وربنا يوفقك مستني ياكو باي باي موضوع التعاون اللي بينيو بين منال هو مقارنة ما بين حاكتين من نفس النوع تمام هي اختارت الكونسيلر بتاع ايج ري واين والكونسيلر بتاع ميبلين وأنا اختارت سوري التو كوريكترز دول من فوريفر فيفتيتو ومن إليجر فلما تخلصوا الفيديو بتاعي لازم تروحوا تشوفوا الفيديو بتاع منال عشان خاطر موضوع الفرق بين من المواضيع اللي كتير جدا بيسألوا فيها فياريت تروحوا تشوفوا الفيديو عشان انتو كمان تستفيدوا أما النهاردة زي ما أنا قلت هتكلم عن الفرق بين اتنين دول مقارنة ما بينهم اللي مش عارف ايه هو عبارة عن مصحح للون يبقى لونه اورنج او برتقالي يعني هو هدفه ان تصحيح الالوان الغمقى اللي مدية على بني في الوش يعني لو عندك تحت عينك على بني بتحطي زي طبقة منه بعدين تبتدي تحطي الكونسيلر فهيعمل زي اخفاء للون ده تمام البني او لو انت عندك نقط غمقى او لو عندك اماكن صودة حوالين الفم برضو انت بتستعملين انا اخترت اتنين معروفين جدا ومتوفرين في مصر وهنا في دبي اول واحد اللي هو من ال اي جرل اسمه برو كونسيل ده اللي هو على اورنج والتاني اللي هو من فوريفر فيفتيتو برضو وده على اورنج ده جديد تمام لو هتكلم عن التوفر بتاع كل واحد فيهم ده بتلاقيه معظم يعني في مصر وفي دبي معظمه بيكون اونلاين قليل جدا يعني ممكن انا افتكر مكانين بس بيبعوه في دبي ومش قريبين خالص يعني انما انا اشتريت اونلاين اعتقد من سوق دوت كوم او نون حاجة زي كده كان بحاجة وعشرين درهم يعني يعمل مين جنيه اما بالنسبة الفوريفر فيفتيتو فهو توفر افضل شوية في دبي لان ليهم استاند في مول ابن بطوطة وليهم كمان محل برضو اعتقد في مول تاني مش عارفة ايه هو وليهم موقع اونلاين بتاعهم هما اسمه دايلي لايف حاجة كده فوريفر فيفتيتو هسيب لوكو لينك بتاعه تحت تقدروا ان انت تشتروا منه اونلاين وكمان بيبقى عليه اوفرات حلوة جدا مش موجودة في المحلات تمام ده كنت اشتريته باثناشر درهم ونص هو اصلا مش ده سعره هو سعره برضو خمسة وعشرين درهم حوالي ميت جنيه لكن هو كان عليه اوفر ساعتها اوكي لو هتكلم عن الشكل الخارجي لكل واحد فيهم برضو زي ما هو واضح هو ده عبارة عن انبوبة بلاستيك كده زي ما انتم شايفينها هنفتحها هنلاقي الابليكيتور جوه عبارة عن فرشة في اخر الانبوبة دي كده تمام بتضغطي على الانبوبة والطبقي الكونسيلر من خلالها في المناطق اللي انت عادت تحطيها تمام اما بالنسبة لفوريفر فيفتيتو هو شكله اصدرافه اشياء هو بالضبط شكل الليبستيك من ايب سان لورا بالضبط هم اخدين نفس الشكل ومقلدينه بتفتحيه تمام كده وهتلاقي التطبيق بتاعه عن طريق فرشة عادية جدا زي اي كونسيلر زي فيت مي وزي موظم الكونسيلر تمام اا هنطبقه ازاي ده انت هتفتحيه هتفضري تضغطي كده تمام لحد ما المنتج يطلعليك على الفرشة انت يعني بتلحظي اهو اه دي الكونسيلر اا سوري اا كورريكتر بتاع اا الاي كير عيب ااااااااااااااااااااااااااااالباكه تفتحيه انك لو اخذ يعني الحابة اللي بيطلعوا زيادة هنا بينشافوا طبعا مع الوقت وده انا بالنسبة لي بيكون هادر لي تمام اما ده فيكون تطبيقه عادي جدا عادي زي اي كونسيلر بالفرش عادي كده هتحطيه برضه عالمناطق اللي انت عايزها لو لاحظت فرق اللون هنا تمام ده على اورنج اكتر واغمأ من ده ده في منه درجات البيتشي يعني في منه اورنج درجات لكن ده هو ده اللي خاص بالهالات الغمأة قوي اللي هو بالهالات الغمأة قوي لو خدتوا بالكم كمان ان ده تقيل شوية يعني الخامة بتاعته تقيلة اما ده الخامة بتاعته خفيفة بالنسبة للدمج الـ LA Girl اتقل شوية واصعب شوية في الدمج انك تدمجي لان الورنج بتاعه قوي جدا اما بالنسبة للـ Forever 52 هتلاقوا ان الدمج بتاعه سهل جدا على تحت العين للأسف من الحاجات اللي انت لو زودتيه صعب جدا انك ترجعي تعدليه تاني لانه تقيل جدا وبينشف بسرعة جدا تحت العين فينصح ان انت تاخدي حتة صغيرة صغيرة جدا منه الاول وتبتقي ان انت تدمجي لانه صعب جدا انك تدمجيه كمان ما ينفعش تحطي في الناحيتين مع بعض هتحطي ناحية اليمين الاول بعدين تبتقي تدمجي بالراحة وتبني فيه بس لازم تغدق يعني شايفين النقطة اللي على الصباح دي اصلا هي كانت كافية ان ان انت تحطيها بصوا يعني شايفين ادت تغطية عاملة ازاي فوات قيل قوي تحت العين والورنج بتاعه قوي جدا اما بالنسبة لله هو اسهل في الدمج لو انت زودتي منه سهل جدا ان انت تعدليه وهو بياخد وقت شوية عقبال ما بينشف الخامة بتاعه ده تقيلة شوية اما الخامة بتاعه ده خفيفة جدا ومرطبة لتحت العين تمام فبالتالي هنلاقي ان المناسب اكتر للي تحت عينهم جاف يعني شايفين انا بس النقطة لما مسحتها شايفين نشفت على طول ازاي وانا بحاول امسح فيه مثلا لو انا حسيت انه زاد وحاولت ان انا اخفف منه هتلاقوا انه صعب جدا انه يخف اما الفوريفر فيفتيتو شايفين انا حطيته قابله تمام شايفين انا لسه بحاول ان انا ادمج فيه وافرت فيه وبيتفرد معي وفيه لمعة كده خفيفة فاللمعة دي بتدي ترطيب تحت العين فمن خلال تجربتي معاه ان حسيت ان مش مناسب خالص للي تحت عينيهم جاف او فيه خطوط لانه كمان بيزروا الخطوط اما الفوريفر فيفتيتو ممتاز للي تحت عينيهم جاف او فيه خطوط ما بيخشش فيها ما بينشفهاش ما بيظهرهاش تمام فيه عيب كمان تاني في الليل اي جيرل انه هو بيقلب الكونسيلر لما بتحط فوقيه لورنج يعني مش سهل انك تغطيه بالكونسيلر بتحتاجي الكونسيلر تكون تغطيته عالية شوية عشان خاطر تقدري ان انت تخفي اللون الورنج ده ده غير كمان انه ممكن يغيرلك في الخامة بتاعت الكونسيلر اللي انت هتحطيه يعني انا لما بحطه بحطه فوقيه كونسيلر يكون خفيف شوية بيرطب بحس انه نشف فهو بينشف حتى الكونسيلر اللي بيظهر فوقيه طبعا وانت عمالة تبني الطبقات عشان يعني تخفي اللون الورنج ده ممكن يقلب معاكي كيكي على عكس الال اي جيرل بصوا لسه لحد الوقتي برضو لمعيته فيه ولسه انا اقدر ادمج فيه واخف منه غير كده خالص هو بالعكس ده هو بيخلي شكل الكونسيلر اللي فوقيه فيه لمعة بسيطة كده وبيخلي فيه جلو حلوة قوي حلوة جدا مش بيقلب الكونسيلر اللي فوقيه اورنج خالص لان زي ما انتو شايفين هو لونه قريب من زي المشمشي كده او البيتش شوية فحبته اكتر كاستخدام ليه انا لان انا تحت عيني جاف مش بيقلب شكل الكونسيلر كيكي لان انت طبقة من الكونسيلر عادية جدا بتخفيلك شكل الورنج بتاعه او اللون ده بتاعه تمام كده اه هما دول الملاحظات اه على الاتنين كونسيلرز اللي اتنين عجبوني لأ اه اللي عجبني اكتر اه اللي هو بتاع فوريفر فيفتي تو كنت الاول بحب بتاع اه اللي اي جرل بس كنت لازم اشتغل عليه كتير يعني كان لازم اخفف احط كتير تحت اه 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 مرتب لازم انا زي ما قلتلكو ابقى حذرة جدا وانا بفرده طبعا لم اه ما ينفعش اه احط فوقيه طبقات كتير عشان ادري لي انه كان بيقلب لي الموضوع اورنج فكان لازم احط فوقيه كمان كونسيلر تقيل يكون تغطيته تكون تقيلة شوية عشان يداري الورنج ده اما بالنسبة لفوريفر فيفتي تو ممتاز جدا سهل جدا خاصة للمبتدئات في الميكب مش مجهد في الدمج مش مجهد في ان انتي تحطي تحت عينيكي فطبعا انا لو هفضل اي واحد فيهم فبالنسبة لي ده افضل للي تحت عينيهم جاف والمبتدئات واللي عندهم خطوط تحت عينيهم لكن اللي بشرتها دهنية ده هيكون مناسب شوية لانه هينشف يعني لو في دهون تحت العين هينشفها لها خالص وكمان لو ما فيش خطوط عندك كمان هيكون حلو لكي تستخدمي بس كده يا بنات يكون الريفيو او المقارنة ما بين الاتنين دور خاصة اتمنى ان هي تكون عجبتكو واتمنى كمان ان تعملوا اشتراك في القناة وسبسكرايب ولايك وكمان تروحوا تشوفوا الفيديو بتاع منال وان شاء الله تشوفوني بفيديو جديد وريفيو جديد من ريفيو هات عالم نونا باي باي